كان من المقرر أن تكون سفينة التايثانيك مجهزة بـ 48 زورقا للنجاة لكن تم خفض عددها إلى 20 زورقا فقط من أجل عدم إفساد مظهر السفينة وهو الأمر الذي تسبب في وفاة أكثر من ألف الشخص لأنهم لم يجدوا زورق النجاة التي تم الاستغناء عنها من أجل جمالية السفينة بسبب حجم سفينة التايثانيك الضخم جدا تم استخدام طاقة هائلة جدا من أجل توفير الطاقة الكافية للسفينة حتى أنه خلال الرحلة تم استخدام أكثر من 825 طن من الفحم وأكثر من 100 طن من الرماد كان يتم التخلص منه في البحر لحد الآن فإن الكثير لا يزالوا يعتقدوا أن سفينة التايثانيك هي أضخم سفينة تم بناؤها حتى وقتنا هذا لكن الحقيقة أن أكبر سفينة في العالم تم بناؤها في عام 2008 من شركة روايا الكاريبيان انترناشنال في حين أن سفينة التايثانيك تتسع لحوالي 3000 شخص فإن سفينة روايا الكاريبيان تتسع لحوالي 6300 شخص استغرق بناء هذه السفينة أكثر من عامين وبسبب ظروف العمل الصعبة فقد ثمانية عمال حياتهم وجرحها أكثر من 200 شخص وأول شخص تفي أثناء البناء هو طفل يبلغ من العمر 15 سنة فقط بناء سفينة التايثانيك كلف أكثر من 7 مليون دولار أي 166 مليون دولار في هذا الوقت في حين أن فيلم تايثانيك كلف 200 مليون دولار أي أن تكلفة الفيلم كانت أكثر من تكلفة بناء السفينة من المعروف أن سبب غرق سفينة التايثانيك هو التصادم الذي حدث في جبل جليدية لكن بحسب أحدى النظريات فإن السبب الرئيسي في هذه الحادثة هو القمر بحيث أن القمر كان في تلك الفترة قريبا جدا من الأرض الذي أحدث خللا في عملية المد وتسمى تلك الظاهرة بالمد الربيعي عندما ينتظم القمر والشمس على خط واحد والنتج كان ارتفاع الأمواج بشكل كبير تسبب في تحرك الجبال الجليدية من مكانها الطبيعية في تلك الليلة تم إرسال تحذير لسفينة التايثانيك بوجود جبال جليدية في الطريق لكن لم تصل الرسالة شخصيا للقبطان الأمر الذي أدى إلى تجاهل الرسالة في تلك الحادثة كان على متن سفينة التايثانيك 2223 راكبا نجأ 716 أشخاص فيما تفيا 1517 شخص أكثر من فقدوا حياتهم في تلك الحادثة هم من الرجال بسبب اتباع سياسة إعطاء الأولوية للنساء والأطفال في عملية الإنقاذ عند الانتهاء من بناء سفينة التايثانيك كانت من أكثر السفن الآمنة التي عرفتها البشرية حتى أن بعض من شارك في صنع هذه السفينة قال بالحرف الواحد حتى الله نفسه لا يستطيع أغرق هذه السفينة بعد المشاهدة ما رأيك بالتحدي الذي قام به من شارك في صنع هذه السفينة مع الله اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة